بسم الله أنا أحمد كردي مدرس أمراض الجهاز الهضمية والمراض المعادية بكلية طب أسر العين والحقيقة أنا عندي انترست خاص بالأمراض المعادية ولو أنا يعني هقدر أوجه رسالة في هذه الحكاية يمكن من أهم الأمراض المعادية اللي موجودة عندنا في المجتمع المصري هو الأمراض الفيروسية المنتقلة عن طريق الدم اللي احنا نقول عليه اللي هي فيروسات الكابت سواء فيروس C زي ما حالكم عارفين أو فيروس B أو حتى دوقتي بدأ يظهر عندنا في الصورة فيروس HIV الحقيقة عشان نتعامل مع هذا الموضوع بشكل مظبوط احنا لازم نبقى احنا كمجتمع عندنا القدرة السليمة على أننا نستوعب هؤلاء المرضى ما يبقاش في عندنا أي وصمة أو أي تمييز أو أي نظرة دونية للمريد اللي هو قدر لي أنه هو يصاب بهذه العدوى أي إن كانت طريقة هذه العدوى اللي احنا مش في مجال نحنا نطلق الأحكام على المرضى وإنما أنه المهم أنه نشجعهم من ما ياخدوا علاجهم أنه نحنا دلوقتي في كل الأنظمة الطبية اللي احنا واسياسات مكافحة العدوى بنحط أن العلاج بتاع المريد هو جزء من الحماية لأنه نحنا كل مريد نقف جنبه بنشجعه أنه يروح ياخد العلاج بتاعه دي بتكون عندنا بتوفر أصادها الحماية لما لا يقل عن أربع أو خمس أفراد آخرين هم ممكن يتعرضوا لي العدوى منه الحاجة الثانية أنه أنا عايز أطلب من حضراتكم أنه كل طول الوقت عندنا تكونوا بتشجعوا كل البروجيكس والبرامج اللي بتقوم على دعم المرضى المصابين بالأمراض المعدية وده لأنه إحنا يعني بيثير تعطفنا وبيثير اهتمامنا جدا الحاجات المتعلقة بالأورام وإن كان كثير من هذه الأورام عندنا بيكون في خلفيتها هو أنه المريد ده كان مصاب به عدوى وبالتالي لو إحنا عندنا بازلنا مجود أكتر في أن احنا ننشر الوعي ونعمل عندنا ندوات ونعمل الجامع يتكلم والكنيسة تتكلم ويكون في عندنا توعية كاملة عن إزاي نتجنب الأمراض المعدية اللي هي معظمها ممكن نحصل على الحماية منه عن طريق التطعيمات أو عن طريق التزام بالسياسات مكافة العدوى البسيطة والالتزام باستخدامات الأدوات الشخصية بشكل سليم ده يسعد عندنا أن احنا نقطع السايكل من أولها وأن احنا من الأول مش يبقى فيه عندنا فرصة للتعرض للفيروسات أو للأسباب اللي هي ممكن في النهاية تنتهي بالمريض عن أنه هو عند ورم أو محتاجة عندنا رعاية طبية مكلفة جدا وصعبة جدا زي ما احنا بنشوف أو بنلاقي في الحاجات اللي بنبلها فدي دعوة مني لحضراتكم أن احنا نكون دايما في ظهر المريض بنشجعه ما نمارسش أي شكل مع أشكال الوصن الضميد ضده وأن احنا نشجع أي برنامج سواء كان عندنا حكومي أو حتى كان سواء من الهيئات الأخرى اللي بتساعد على التوعية وعلى مساعدة عندنا نشر الثقافة الصحيحة إن دي طريقنا الحقيقة عندنا لتحقيق التقدم والنهضة بمجتمعنا إن شاء الله